اهلا بكم هذا برنامجكم 90 دقيقة من قناة المحور وانا معكم محمد الباس الحقيقة كل يوم جمعنا ببقى يعني بتمنى انه الاخبار بتاعتنا تبقى لطيفة وخفيفة على حضراتكو يعني لكن ما باليد حيل الاحداث تسابقنا وتسبقنا النهاردة مثلا من الاخبار المهمة جدا ما يمكن ان نطلق عليه الحرب الدبلوماسية بين مصر وقطر الحقيقة العنوان ده بالنسبة لي سخيف شوية يعني تيجي تقول الحرب الدبلوماسية بين مصر فتحط في الكفة التانية حد يعني يستاهل انما احنا قطر بالنسبة لنا طول الوقت عاملة بالزبط كده زي العائل الصغير اللي قاعد يعني يدبدب برجليه حوالين تحرش بمصر شوية يخطط ويتأمر عليها شوية وبعدين لما تيجي تواجهه بما فعله يصرخ في وشك ويقول لك والله مظلوم يا فندم ما عملتش حاجة في نهاية الشهر اللي فات يوليو كانت قطر تقدمت دي شكوى الى مجلس الامن هذه الشكوى لم يتم الاعلان عنها الا امبارح في تقارير صحفية اول امبارح 2 اغسطس يوم الأربع الشكوى دي فيها حاجة الحقيقة يعني جدودنا اللي صاغوا الامثال الشعبية دون حل يعني لو انت عايز تعلق على الكلام اللي قطر بتقوله في الشكوى لان هي بتتهم مصر بتقول ان مصر بتستغل عضويتها داخل مجلس الامن في اتهام قطر باتهامات باطلة ومفابركة تعرفون ان مصر عضو غير دائم في مجلس الامن من مطلع 2016 وهذه العضوية تنتهي ان شاء الله اخر 2018 وبالاضافة الى ذلك مصر كمان رئيس وحدة مكافحة الارهاب داخل الامم المتحدة وطلبت مصر بيعني اعادة تقييم فكرة توقيع العقوبات على الدول الدعمة للارهاب فقطر راحت بقى قالت لكن مصر بتتهمنا وبتقول ان احنا بندعم الارهاب وبنقدم دعم مالي ودعم ايدولوجي للجماعات الارهابية وهذا استغلال وسوق استغلال لسلطة مصر في مجلس الامن مصر دي موجودة كدولة عربية ومفروض انها لا تقوم بهذا الدول خاصة ايه بقى زي ما بتقول قطر ان مصر هي اللي بتهيئ المناخ تخيلوا يعني مصر بتهيئ المناخ للارهاب تحت غطاء مجافحة الارهاب فاجددنا على طول توم طلع تستدعي على طول المثل الشهير المثل الشهير اللي هو بيقول يعني ايه الارهابية تلهيك واجيب اللي فيها فيك يعني وما فيش داعي للمثل بس هو ده بالزبط يعني طبعا الخارجية المصرية عملت رد على هذه الشكوى وهو رد حاسم وقاطع يعني كان احنا عندنا صورة الرد المصري الخطاب اللي وجه ليه المجلس الامن بيه اللغة الانجليزية وعندنا نصه كمان قدام حضراتكو هاو ده الخطاب اللي ردت بيه مصر على قطر كانت لهجة شديدة جدا ولهجة شديدة جدا وواضحة لانه انت صاحب حق يعني انت بتتكلم قطر بتقولك انا كل التقارير العالمية والمخابراتية بتقول انه انا ما بدعمش الارهاب مصر اشارت اولا انه سجل قطر في دعم الارهاب سجل اسود وما بتقولش كلام في العموم يعني ما بتقولش كلام في العموم لكن هي اشارت الى ببساطة شديدة الى السجل المعروف لدولة قطر في دعم الارهاب سواء في سوريا او العراق او ليبيا او غيرها من الدول الاخرى وهذا امر ابرزته تقارير صادرة عن فريق قبراء لاجنة عقوبات ليبيا وهذه التقارير سبق عرضها على مجلس الامن فهذه المعركة يعني بقى واضحة وبينة وكوالسة احنا كنا نتمنى طبعا انه المسشر احمد ابو زيد يكون معنا على التليفون مسشر احمد ابو زيد متحدث باسم وزارة الخارجية لكن يمكن قبل الهوى هو قالنا انه داخل اجتماع يعني مش هيبقى معنا لكن انا حبيت احط حضراتكو في السور يعني دولة تدعم الارهاب ماليا وفكريا وايدولوجيا وجاية هي على مصر اللي بقالها سنين بتحارب الارهاب وبتعاني من الارهاب تقولك والله يا مصر بتستغل نفوس